كففان الكلماليك الناس اللي في الغابة كانوا عايشين في سلام الكل هم اكلين شير بين ريقتين ولا حد يدور برسقة تحد الى ان جاء عام 1881 جاء قطيع من البهي من غابة اخرى ومن بلد اخر وحبوا يستعمروا غابتنا ويستولاوا على الخيرات اللي فيها وللأسف وصلوا للي حبوا عليها اللي حناش في الوقت هذيكا كان يحكم في الغابة ومالقا ما يعمل قدام اللي بهيم اللي ظلم على مملكته مشافي بالو بهيم وما عندو ما يعملو ياخي دخلو عزرع عرف سهولو مخليه وما عملو ومن اللي كانت الغابة خضره مزيانة في ظرف عوام قصيرة ولد صحرة قاحلة وما فهم ما يدرأ في الوقت اللي احتلوا فيه البهايم الغابة كانوا برشة حيوانات يحاربوا فيهم بالوسائل الكل أملا في انهم يرجعوا غابتهم كما كانت ويطردوا البهايم لكن فيهم اللي مات وهو يحارب فيهم واللي هرب وفيهم اللي اختفى فشأة وحتى شي ما تبدل والبهايم ماشينوا يكثروا بشوية بشوية الغابة والت مستعمرة للبهايم انهار من انهارات خرج النمر اللي هو النقابي الأكثر شعبية في الغابة واللي هو كان له بالخدامة الكل قرر انه يوضع حد للظلم اللي عيشوا فيه الحيوانات وبدأ يحذر ويخطط وينسق التحركات الشعبية فماشي ما الغابة ترجع كما كانت وكل هذا كان فيه كنفة سرية لكن الضباع في الوقت ذاكا كان ياخفي مكلته من عند البهايم وقرر انه يمشي وينقل الحركات الكل بالباو التالية تغشوا البهايم برشا وحسوا بالاغتر وقرروا بش ينتقموا من نمر شعبية النمر في الوقت ذاكا ماشية بتكبر ومحب الحيوانات ماشية وتقوى وخصوصا انه ثيقتهم فيه حامية ونظر اللي قوته والكاريزمان تاعه وسند الشعبي اللي كانوا وراه ما كان يخاف من حتى شي لكن خوف البهايم ماشي ويكثر لازمهم يلقاوا معه حل تلزوا بشبع ثلو انذر اكثر من مرة ووصلوا حتى حبصوه في السجن واستعملوا معه وسائل التعذيب الكل وقت الحيوانات الكل بدأوا يصوروا على البهايم ويطالبوا بخراج زعيمهم وفي الاخر وصلوا لللي حبوا عليه الوقت ذاكا البهايم قروا يستعملوا وسائل بشعة اخرى وقالوا بينهم بين رواحهم يستعملوا بشعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة